أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهدى إلى يوم الدين فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركها على البيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هالك ثم أما بعد فدرسنا في هذه الليلة في هذا الكتاب الكريم شرح الفتوى الحموية والفتوى الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقد انتهينا في الأيام الماضية من شرح كتابه العقيدة الواسطية ونبدأ في هذه الليلة في شرح هذا الكتاب الفتوى الحموية والفتوى الحموية هي الفتوى الحموية الكبرى ونسبت لحماه لأن السائلين سألوا من مدينة حماه فنسبت الفتوى لهم وإلا هي في العقيدة السلفية وسميت الكبرى لأن شيخ الإسلام رحمه الله قد حرر هذه الفتوى في عام ثمانية وتسعين وستمائة من الهجرة ثم بعد ذلك راجع هذه الفتوى مرتين وأضاف إليها إضافات قيمة فسميت الفتوى الحموية الكبرى وشارح هذه الفتوى هو معالي الشيخ صالح آل الشيخ وفقه الله لكل خير وهو قد فتح الله عز وجل عليه في شرح كتب كثيرة في مسائل الاعتقاد وفي مسائل حديثية نسأل الله عز وجل أن يكتب له الأجر والمثوبة على هذه المؤلفات وأنتم قد خبرتم شرحه في العقيدة الواسطية الذي انتهينا منه وهو بعنوان اللآلي البهية شرح العقيدة الواسطية وأما شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله فهو غني عن التعريف فقد بذل جهدا عظيما ونفع الله عز وجل بمؤلفاته وكتبه وقارع المخالفين لمنهج أهل السنة والجماعة بمؤلفات كثيرة وقد ابتلي في زمانه بأعداء وخصوم كثر وذلك لانتشار البدع والانتشار الفرق المخالف لأهل السنة والجماعة ولذلك حكم مرات وسجن مرات ومات وهو بالسجن لكن الله عز وجل أعلى ذكره وشانه ونفع بكتبه المسلمين فهذه العقيدة الحموية شرحها كثير من أهل العلم قديما وحديثا وحققها كثير من أهل العلم ومن أحسن التحقيقات فيما يتعلق بالنسخ تحقيق للباحث الدكتور عبد القادر الغامدي قد حقق هذه الفتوى الحموية وذكر الفروق بين الفتوى الحموية الكبرى والفتوى الحموية الصغرى والذي ندرس والذي ندرس منها الآن نسأل الله عز وجل أن يتم ذلك وأن ينفعنا بما نسمع هي شرح الفتوى الحموية الكبرى وقد قدم لها الشيخ صالح بمقدمة ضافية يحسن أن نمر عليها فقد قال وفقه الله الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد ونشهد أن لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه فصلوات الله وسلامه على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أن بين أيدينا هذه الرسالة الموسومة بالحموية وهي رسالة عظيمة في تقرير مذهب السلف في صفات الله عز وجل وإثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه وما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم وفي بياني فساد انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وتحريف الغالين من الذين استغوتهم الشياطين أفراف المتفلسفة والصابئين ومن سار في ركبهم من المتكلمين أهل البدع والأهواء الذين أصموا أذانهم وأعموا أبصارهم عن نصوص الكتاب والسنة فظلوا وأظلوا خلقا كثيرا وهذا الموضوع يقصد بهذا ما يتعلق بأسماء الله وصفاته وما يعتقده العباد في ربهم وهذا الموضوع غاية في الأهمية ذلك لأن كل انحراف في الدين إنما كان سببه إحداثه بدعة لم تكن عليها أو لم يكن عليها الأمر الأول في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الاعتقاد وفي الأمور العملية الشركية وفي وسائل الشرك وفي أنواع البدع العملية التي ظن أصحابها أنها تقربهم إلى الله عز وجل ولا شك أن كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله رغب بإسلامه بأن يسلم في الدنيا وأن يسلم في الآخرة لأن ما يكون هناك في الدار الأخرى أمر عظيم فالمسلم يهرب من كل ما يشينه في ذلك اليوم أو يخفف موازينه ولهذا كان من الواجب على كل مسلم أن يسعى في تعلم تحقيق معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وذلك بتحقيق وذلك بتحقيق التوحيد بأنواعه توحيد الإلهية بالمطابقة وتوحيد الربوبية والأسماء والصفات بما تضمنته تلك الكلمة العظيمة فلا تكون عبادة ولا تقرب إلى الله عز وجل إلا عن طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم فالعبادة إنما هي التي شرعها المصطفى صلى الله عليه وسلم والتي سلكها وأمر بها أو دل عليها أصحابه وأمته وهو صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقد أمره الله بإبلاغ الدين وبأن لا يكتم شيئا من الدين فبلغ الدين وبلغ الرسالة وجهد في ذلك فكان صلى الله عليه وسلم آمرا بأشياء مفصلة من أمور الخير كثيرة تكفي من أراد أن يتقرب إلى الله عز وجل بها ونهى بإجمال عن كل غير تلك العبادات فنهى عن البدع ونهى أن يتقرب إلى الله عز وجل بغير ما سنه المصطفى صلى الله عليه وسلم ولهذا قال العلماء أن أعظم آية في هذا الأمر هي آية سورة المائدة لو تأملها أهل الإسلام لكفتهم عن أن يكونوا على غير السنة وهي قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشرا ليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا قال أي آية قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال عمر قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم حجة الوداع أو يوم جمعة وهو قائم بعرفة يوم جمعة وهذا الحديث رواه البخاري ورواه مسلم ولا شك أن الله جعلها في يوم عيد في يوم عرفة والأعياد لا يمكن أن يحدث أعياد في دين الإسلام ما لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم وأما اليهود والنصارى وغيرهم فهم يحدثون أعيادا بأهوائهم ثم هذه الآية فيها بيان بأن الله أكمل لنا الدين والدين هو ما يتدين به المر ليقربه إلى الله عز وجل فإذا كان كاملا فهذا ثم وسيلة لإدخال شيء فيه حتى يتقرب به إلى الله عز وجل يعني لا حاجة إلى أن ندخل في الكامل فالكامل لا يحتاج إلى زيادة لأن هذا يناقض معنى هذه الآية ولهذا قال الشاطبي وغيره من أهل العلم إن أهل البدع ليس عندهم لهذه الآية معنى يعني يقصد إن أهل البدع الذين يزيدون ويبتدعون في الدين ليس عندهم معنى لمعنى أكملت لكم دينكم وإلا فإن الكامل لا يحتاج إلى زيادة ولأن معنى الإكمال أنه ليس هناك مجال لأن يدخل فيه شيء يقرب إلى الله عز وجل وإذا كان كذلك فكل شيء أحدث بعد زمن الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه بدعة فإنه بدعة ضلالة يدعي صاحبها أن الدين ناقص وأنه يريد إكماله لأنه لم يكفه ما جاءت به الشريعة لهذا لهذا قال الإمام مالك رحمه الله فيما رواه عنه ابن الماجشون من زعم أن في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن محمد صلى الله عليه وسلم أخاند الرسالة والله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا لهذا كان كل محدث لبدعة مدعيا أن الدين لم يكمل إما بلسان حاله أو بلسان مقاله وهو أعظم والعياذ بالله يعني قد لا يجر صاحب البدعة أن يقول إن الدين ناقص وأنا أكمله قد لا يقول ذلك بلسانه لكن بحاله وبتصرفه هو يجعم ذلك وإلا لماذا يأتي بشيء من عنده إذا كان كذلك وجب على المسلم أن يتعرف على البدع والشبه التي يثيرها أولئك المبطلون أهل التاويل والتحريف وما أكثرهم لا كثرهم الله عز وجل فيعرف تلك الشبهات ويعرف الرد عليها لأنه قد ياتي إليه من يحسن البدعة بأنواع من التحسينات أو يلقي إليه بشبه فإذا كشفت الشبه بتعلم وتعليم كان المسلم في حيازة وحراسة من أهل من أهل الزيغي أتباع الهوى الذين قال الله عز وجل فيهم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسقون في العلم وما يعلم تأويله إلا الله والراسقون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب فقال الذين يتركون الأمر الواضح البين ويأخذون بالمشتبهات وبالمتشابهات هم أهل الزيغ وأهل الزيغ قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه ويتركون المحكمة فأولئك الذين سمى الله في كتابه فاحذروهم وهذا الحديث اخرجه البخاري ومسلم وهو حديث فإنهم لا يحيطون بالمعنى المحكم الصحيح فالذين يتركون الأمر الواضح ويأخذون بالمشتبهات هم أهل الزيغ لأنهم تركوا الأمر البي الذي الذي بينه صلى الله عليه وسلم وآخذوا بأمور مشتبهات أو لم يأتي بها شرع المصطفى صلى الله عليه وسلم لهذا لهذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة التي يذكر بها أصحابه رضي الله عنه دائما إن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فكان صلى الله عليه وسلم يعلمها أصحابه حتى لا يحدث في الدين شيء ليس منه وجاء في حديث العرباض بن ساري رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا فكان مما أوصاهم به صلى الله عليه وسلم أن قال إن من يعش منكم أو إنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة القلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة وهذا حديث العرباط بن سار أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد والدارمي قال فهذه وصيته صلى الله عليه وسلم بعد موعبته التي ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فما كان أنصحه لأمته وما كان أرأفه بأمته لا خير إلا دلهم عليه ولا شر إلا حذرهم منه كما جاء في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال إنه لم يكن نبي قبله إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء فترة فيرقق بعضها بعضا وتجيء الفترة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف وتجيء الفترة فيقول المؤمن هذه هذه يعني شد من الأولى فمن أحب أن يزحجح عن النار ويدخل الجنة فلتأته من نيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وهكذا وهكذا المصطفى صلى الله عليه وسلم إذن إذن فأمر البدع أمر عظيم وجامعتها والدليل الذي يجب أن يكون مع المسلم دائما في هذا الأمر ليزن به الأمور والأفعال هو قول المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما روته عائشة رضي الله عنها وأخرجه صاحب الصحيح من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي رواية لمسلم وعلقه البخاري في صحيحه من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد قال العلماء ثم حديثان هما ميجانان للأعمال حديثان هما ميجانان للأعمال أما الأول فهو ميجان للأعمال في باطنها وفي عمل الباطن الذي هو لا يظهر للناس وهو قول المصطفى صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امر امرئ امرئ إما نوى وهذا الحديث اخرجه البخاري من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ نوى فإن كانت النية صالحة خالصة لله عز وجل فهذا معناه أن الجهة الباطنة صحيحة هذا الميجان الأول وأما الميجان الثاني وهو الميجان الظاهر الذي يؤجن به العمل في الظاهر الذي يرى وهو قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث بأمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي رواية ما ليس فيه فهو رد فتوزن الأعمال في الباطن من جهة صلاحيتها وكونها سن مقبولة وذلك بقدر ما فيها من الإخلاص وتوزن الأعمال الظاهرة فيما يرى الناس ذلك بقدر ما فيها من اتباع الأمر أو اتباع لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فهما ميجانان لا يشذ عنهما شيء من الأعمال ولقد كان من الابتداع العظيم بعد القرون المفضلة الابتداع في أنواع الاعتقاد وهو يقصد بالقرون المفضلة القرون الثلاثة خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال ولقد كان من الابتداع العظيم بعد القرون المفضلة الابتداع في أنواع الاعتقاد والابتداع في مسائل الصفات بأن يجعل العقل محكم على الغيبيات ومن ذلك صفات الله عز وجل وهذا قدح صريح فيما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فيما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فقيض الله عز وجل طائفة من عباده المخلصين ليميز بهم بينما يجب لله تعالى من الأسماء الحسنى والصفات العلا وما يجوز عليه وما يمتنع عليه فيظهرون الحق على الباطل ويدحوون شبه المبطلين والمتأولين أفراخ المتفلسفة وأتباع الهند واليونان وورثة المجوس والمشركين وظلال اليهود والنصارى والصابعين وأشكالهم وأشباههم كما وصفهم شيخ الإسلام رحمه الله في هذه الرسالة التي بين أيدينا وكان من هؤلاء المخلصين الصادقين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهذا من ظاهر عمله ويحسبه العبد وإلا لا يشهد لمعين بجنة ولا نار لكن عمله ظاهره هو هذا يشهد له فتصدى لهؤلاء الجهال المغرضين أهل البدع والأهواء وشمر عن ساعد الجد ليدك قلاع الباطل وحسون المبطلين فكم كان الخطر عظيما ولكنه رحمه الله أبا إلا أن يحمل الأمانة على عاتقه يؤديها خير أداء ويجدد لهذه الأمة من درس من معالم الدين قوله وكان الخطر عظيما يعني من كثرة الأعداء المنحرفين الذين لهم سلطة وتمكن فكانوا غريبين من حكام زمانهم ولهذا وشوا بالشيخ وحاكموه مرات كثيرة ولكنه استعذب هذا السجن والتعذيب في دين الله عز وجل وكان حقا من المجددين لأن المجدد هو الذي يجدد من درس من معالم الدين في حال غربة الدين بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ بطوبا للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس فكونه واجه الباطل بقوته وجبروته واستعد لهذه الحرب الشرسة من أتباع الباطل وهذا يدل على علو قدره وشانه رحمه الله وأسكنه الفردوس الأعلى في الجنة وكان مما خلفه شيخ الإسلام رحمه الله من الردود والرسائل على أهل الزيغ والباطل هذه الرسالة الفتوى الحموية الكبرى فكانت من أقوى الردود على طوائف الباطل الذين خلفوا النصوص أو خلفوا النصوص وراءهم ظهريا وأعموا أعينهم وأصموا آذانهم عن الآيات البينات الواضحات في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبين رحمه الله أن الواجب أن لا يتعرض لصفات الله عز وجل بتأويل يخرجها عن ظاهرها ولا أن يتعرض لها بمجاز يخرجها عن حقيقتها بتأويل يخرجها عن ظاهرها ولا أن يتعرض لها بمجاز يخرجها عن حقيقتها فالإيمان بها على ما دل عليه ظاهرها وعلى ما دلت عليه حقيقة اللفظ الإفرادية أو التركيبية يعني يعني سواء اللفظ مفرد أو لفظ مركب مع غيره وكل له دلالة معنى في المثل عن الله عز وجل لقول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وبيّن رحمه الله أن المنهج الصحيح والعقيدة الصحيحة إنما هي في طريقة السلف إنما هي في طريقة السلف الصالح ومعلوم أن طريقة الصحابة رضي الله عنهم في العقيدة والمنهج واحدة واضحة بينة فلم يختلف الصحابة رضي الله عنهم في مسألة من مسائل الاعتقاد ننتبه لهذا يعني لم يحدث بين الصحابة اختلاف في مسألة من مسائل الاعتقاد وهذا يدل على أنه إجماع وسوف يذكره كما سياته وكذلك التابعون لهم لم يختلف إلا في مسألة واحدة يعني يقصد من تأخر من التابعين اختلفوا في مسألة واحدة وهي هل يقال لفظي بالقرآن مخلوق أو لا يقال وهذا فالمتأخرين يعني الصحابة والتابعون ما كانت ما ورد عندهم وهي مسألة واحدة وسيأتي الفصل فيها قال لم يختلف إلا في مسألة واحدة يعني من تأخر من التابعين من التابعين وهي مسألة هل يقال لفظي في القرآن مخلوق أو لا يقال كما قال ذلك شيخ الإسلام رحمه الله مع أن الصحيح أن هذه المسألة لا يطلق فيها القول بأن اللفظ في القرآن مخلوق ولا يقال غير مخلوق لأن هذا القول مجمل يحتاج إلى تفصيل كما هو معلوم في تفصيله في موضعه يقصد عند الكلام على القرآن كلام الله فالحذر الحذر من كل سبيل فيه مخالفة للسنة فكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف وقد قال الله عز وجل في اهل البدع ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله فكل من شرع شيئا في الدين او جعل شيئا في العقيدة على غير ما عليه الامر الاول فقد جعل نفسه شريكا لصاحب الرسالة بالتشريع وهذا والعياذ بالله من اشد ما يكون خطرا على الاسلام والمسلمين وهذا يبين خطورة البدعة التي يبتدعها شخص ويسير على هذه البدعة اخرون فانه جعل نفسه شريكا للرسول للرسول صلى الله عليه وسلم في التشريع والرسول يأخذ من الله عز وجل ولهذا قال جعل نفسه شريكا لصاحب الرسالة بالتشريع وهذا والعياذ بالله من اشد ما يكون خطرا على الاسلام والمسلمين وقال الله عز وجل وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون فهل نقبل وصية الله عز وجل وهل نقبل وصية المصطفى صلى الله عليه وسلم فالله الله في السنة الله الله في الالتجام بها الله الله في الحذر من البدع وفي الإنكار على أهلها وفي المجاهدة في ذلك فإن ذلك من أعظم أنواع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثم عرض الشارع عليه رحمة الله بعد ذلك السؤال الذي ورد إلى شيخ الإسلام بن تيمية وهو ما قول السادة العلماء أئمة الدين في آيات الصفات كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى وقوله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان وقوله تعالى وإلى غير ذلك من الآيات والأحاديث في الصفات كقوله صلى الله عليه وسلم قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن وقوله يضع الجبار قدمه في النار إلى غير ذلك من الأحاديث وما قالت العلماء وابسط القول في ذلك ما جرين إن شاء الله تعالى هذا نص السؤال الذي عرض على شيخ الإسلام عليه رحمة الله فأجاب الحمد لله رب العالمين قولنا فيها ما قاله الله ورسوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان وما قاله أئمة الهدى بعد هؤلاء الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم وهذا هو الواجب على جميع الخلق في هذا الباب وغيره ننتبه إلى قاعدة وهذا جواب في كل المسائل التي تعرض للمسلم الجواب أن نقول فيها ما قاله الله أو قاله رسوله صلى الله عليه وسلم أو قاله السابقون من المهاجرين والأنصار وقاله التابعون الذين اتبعوهم بإحسان وقاله أئمة الهدى وأئمة الهدى تشمل الصحابة وتشمل التابعين وأتباع التابعين فهم الذين كانوا على الهدى ولهذا قال الواجب على جميع الخلق في هذا الباب يعني في باب الأسماء والصفات وغيره هو هذا فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد وشهد له بأنه بعثه داعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا وأمره وأمره أن يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيره أنا ومن اتبعني فمن المحال في العقل انظروا إلى قوة البرهان الذي عرضه رحمه الله قال فمن المحال في العقل والدين أن يكون السراج المنيض الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من دينهم إلى ما بعث به من الكتاب والحكمة وهو يدعو إلى الله وإلى سبيله بإذنه على بصيره وقد أخبر أنه أكمل له ولأمته دينهم وأتم عليهم نعمته محال مع هذا وغيره أن يكون قد ترك باب الإمام بالله العلي العظيم ملتبسا مشتبها فلم يميز بينما يجب لله من الأسماء الحسنى والصفات العليا وما يجوز عليه وما يمتنع عليه فإن معرفة هذا أصل الدين وأساس الهداية وأفضل ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول فكيف يكون ذلك الكتاب وذلك الرسول وأفضل خلق الله بعد النبيين لم يحكموا هذا الباب اعتقادا وقولا يعني هذا مستحيل عقلا وهذه حجة عقلية قوية جدا يعني إذا كان الرسول بقوله بقوله وهذا الباب باب صفات الله أعظم أبواب الدين لأن به معرفة الله عز وجل والعلم به فإن الله جل جلاله لم تره العيون في هذه الدنيا وما آمن به من آمن برؤية وإنما رأت القلوب بحقائق الإيمان وهذا الإيمان أعظمه العلم بالله عز وجل بأسمائه وبأسمائه وبنعوت جلاله وصفات كماله وجماله فلما كان الإيمان بصفات الله عز وجل بهذه المثابة نجزم قطعا بأنه لا يمكن ألا يذكر باب النجاة فيه صلى الله عليه وسلم أو بأنه لا يذكر باب النجاة فيه في الكتاب والسنة لأن هذا أعظم ما تصح به القلوب وأعظم ما يكون به الهدى فإن العبد كل ما كان أعرف بالله عز وجل كان أتبع بشرعه وكان أتقى لله عز وجل ونقطع أيضا أن الله عز وجل قد أكمل لنا الدين وبيّن ذلك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكمال الدين يقضي بأن ما كان في ذلك الزمن الأول هو العلم المحكم العلم الكامل في باب صفات الله عز وجل وفي غيره فقد قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم ومن الدين الكلام في العقائق ومن ذلك الكلام في صفات الله عز وجل بل ذلك ما به تصح القلوب وتشرق الأرواح على المعارف الربانية والحقائق الإلهية وإذا كان كذلك كان ذكره على وجه الكمال في الكتاب والسنة لا بد منه بل كان ذكره متيقنا لأن الله أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة وهذا من الدين وهذا الإكمال يقتضي أن طريقة الصدر الأول طريقة محكمة في هذا الباب وأن ما فهموه من كتاب الله والسنة في هذا الباب هو العلم وهو الحكمة وهذا فيه إبطال القول أو إبطال لقول من قال إن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم طبعا هذه المقولة مقوذة من المتكلمين كانوا لأنهم ما وجدوا كلام للسلف على طريقة المتكلمين فظنوا أنهم ما تكلموا في هذا ولا فهموه وأنهم سكتوا وظنوا هذا هو السلامة وأن طريقتهم أسلم وأن الخلف الخائضين في معانيها وتأويلها طريقتهم أعلم وأحكم فقعد هذه القاعدة إن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم وهذه المقالة باطلة لأنها مبنية على أن الصدر الأول الذين هم خير هذه الأمة لم يحكموا هذا الباب وإنما طلبوا فيه السلامة وفرق بين السلامة والعلم والحكمة والإحكام لأن السلامة مرتبة دون العلم والإحكام فلهذا كان قول من قال إن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم قولا باطل من وجوه متعددة فهذا التفصيل والتقديم من شيخ الإسلام لكي يدخل بهذا البحر وما ذكر مبني على هاتين المسألتين وقال رحمه الله ومن المحال أيضا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أمته كل شيء حتى الخراءة يعني أحكام الغائق علم أمته كل شيء حتى الخراءة وقال تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك وقال فيما صح عنه أيضا ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم وقال أبو ذر رضي الله عنه لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وذكر لنا منه علما يعني بين حكم ذلك يعني أي طائر يقلب جناحيه في السماء فما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا الطائر هل يجوز أكله أو لا يجوز أكله ذكر حكم ذلك هل له من قار هل له مخالب يصطاد بها الطيور هل هو من آكلة اللحوم فكل شيء موضع هذا معنى كلام معنى كلام أبو ذر رضي الله عنه لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه وهذا رواه البخاري ومحال مع تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعة في الدين وإن دقت أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه بقلوبهم في ربهم ومعبودهم رب العالمين الذي معرفته غاية المعارف وعبادته أشرف المقاصد والوصول إليه غاية المطالب بل هذا خلاصة الدعوة النبوية وزبدة الرسالة الإلهية فكيف يتوهم من في قلبه أدنى مسكة من إيمان وحكمة أن لا يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول صلى الله عليه وسلم غاية التمام إذا كان قد وقع ذلك منه فمن المحال أن يكون خير أمته وأفضل قرونها قصروا في هذا الباب زائدين فيه أو ناقصين عنه ثم من المحال أيضا أن تكون القرون الفاضلة القرون الذي القرن الذي بعث فيهم رسول الله صلى الله ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم كانوا غير عالمين وغير قائلين في هذا الباب بالحق المبين لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول وإما اعتقاد نقيض الحق وقول خلاف الصدق وكلاهما ممتنع وهذا يرد على المقول السابقة أن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم أما الأول فلأن من في قلبه أدنى حياة وطلب للعلم أو نهمة في العبادة يكون البحث عن هذا الباب والسؤال عنه ومعرفة الحق فيه أكبر مقاصده وأعظم مطالبه أعني بيان ما ينبغي اعتقاده لا معرفة كيفيته فإن كيفية الرب وصفاته هذه لا تدرك الكيفية لا تدرك وإنما تدرك المعاني الذي يتعبد بها العبد ويذكر الله عز وجل بها وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر وهذا أمر معلوم معلوم بالفطرة الوجدية يعني فطرة الوجود الفطرة الوجدية يعني الفطرة التي بطر الله الناس عليها فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضى المقتضى هو من أقوى المقتضيات أن يتخلف عنه مقتضاه في أولئك السادة وفي مجموع عصورهم هذا لا يكاد يقع من أبلد الخلق وأشدهم إعراضا عن الله عز وجل وأعظمهم إكبابا على طلب الدنيا والغفلة عن ذكر الله عز وجل فكيف يقع من أولئك وأما كونهم كانوا معتقدين فيه غير الحق يعني بهذا الباب أو قائلين به فهذا لا يعتقده مسلم ولا عاقل عرف حال القوم ثم قال ثم الكلام عنهم في هذا الباب أكثر من أن يمكن سطره في هذه البتوى وأضعاف أو أضعافها يعرف ذلك من طلبه وتتبعه ولا يجوز أيضا نكتبي بهذا وسبحانك اللهم وبحمده أشهد أن لا إله إلا أنت أستغررك اللهم واتوب إليك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر